القارة السمراء هي المحطة الأخيرة للظاهرة وصفحتها الرياضية من الدار البيضاء تأتيكم حيث وقع أمس نادي الوداد البيضوي على تقدم جديد في مشوار الدفاع علق به في دور أبطال إفريقيا تصدر مجموعته بعد تغلبه على نادي فيتاكلوب الكونغولي بهدف لسفر التفاصيل مع ودي أحتي شرع الوداد البيضوي في السعادة مستوياته المعهودة قاريا كان الفريق الأحمر أسعد أنصاره باقتناص صدارة المجموعة الأولى في عقاب فوز صعب ضد ضيفه فيتاكلوب الكونغولية الجماهر الودادية وضعت وداد المهد النفطي في خانة الماضي واكتشفت وجه الوداد الذي تحسن نسبيا بقيادة المدرب الجديد خوان كارلوس جاريدو في أول ظهور قاري لها الشوط الأول كان عقيما رغم خلق العديد من الفرص الذهبية ومع مستهل الشوط الثاني حفظ المدرب جاريدو على نفس الأسماء الأساسية وواصلت ضغطه الوجومي أمام تكتل اندفاعي للفريق الكونغولية وبعد استعصاي هز الشباك بعد انصرام عشر دقائق الأولى من الشوط الثاني دفع جاريدو بكل من حمود وأنجم الأخير بمجرد الدخول دون الهدف الأول للفريق الأحمر بعد ارتطام الكرة بمدفع الفريق الكونغولية دعونا نستمع لردة فعل عميد الوداد يحيى جبران وبهذه النتيجة صار الوداد متزاعما بست نقاط بفارق نقطتين عن بيترو أتليتيكو الأنغولية خصم الوداد المباشر والذي سيصطدفه في قمة الجولة القادمة